أوضح وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أهمية قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالنسبة لألمانيا وفي تصريحات صحفية قال الوزير بوشمان أتوقع أن تتوجه المحكمة الجنائية الدولية سريعا إلى الشرطة الدولية والدول الموقعة على ميثاق المحكمة وتطلب منها تنفيذ القرار وأتابع بوشمان سنكون ملزمين باعتقال بوتين وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال وضع الأراضي الألمانية وأكد الكريملين مجددا أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف تعليقا على تصريحات بوشمان أن روسيا تفعل وستفعل ما يتوافق مع مصالحها وأصدرت المحكمة في لاهايب هولندا الجمعة مذكر التوقيف بحق بوتين بتهمة خطف أطفال من الأراضي المحتلة في أوكرانيا وأنقلهم إلى روسيا في المقابل تؤكد روسيا أنها نقلت الأطفال إلى مكان آمن بعيدا عن أعمال القتالة يشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة والصين تعد من بين الدول التي لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ويبلغ في المقابل عدد الدول الموقعة على النظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أكثر من 120 دولة